لا أعلم ما ستقوله سنكرة، لماذا تطلع شكلك مثل أفلام الستينات؟ أحسن من مضة ناقة الألفينات السلام عليكم وأهلا بكم فيديو جديد من ثلاثة سنين تقريباً كان الستاندرد معالجات الألعاب هو Quad Core i5 يعني أصلاً ما كان فيه إلا هالخيار إما i3 Dual Core مع Hyper Threading أو Quad Core i5 لكن هشي تتغير اليوم مع زياد متطلبات الألعاب سنة عن سنة في بعض الألعاب تطلب ماذا؟ 16 مسار كريكومندد؟ حالياً فيه خيارات كثيرة ورغم أنه كثرة الخيارات دائماً شيء إيجابي لكن أحياناً الموضوع بيصير محير عندك من سعر الخمسين دولار للآثلان Dual Core للسبعمية وخمسين دولار ستعشر كور أو ستعشر نواة رايزن ناين أو فالسؤال اليوم كم كور بيلزمك لتشغيل الألعاب بشكل جيد؟ هل كواد كور مازال كافي مثل i5 القديم؟ أو بيلزمك كواد كور مع ثمان مسارات أو بيلزمك ست أنوية أو أكتر؟ اليوم رح أحاول أجاوب على هالسؤال بس تنويه بسيط وياريت ما حدا يفهم الموضوع أو الفيديو غلط ما ممكن تقارن المعالجات على عدد الأنوية اللي فيهم يعني معالج كور توكواد صدر من 12 سنة أو أكتر ما ممكن تقارنه مع i5 صدر من 3 أو 4 سنين أو i3 كواد كور صدر الجيل التاسع يعني صدر من سنة ما ممكن تقارن المعالجات فقط على حسب عدد الأنوية بس حاليا بما أنه كل المعالجاتml الموجودة فالسوق حاليا إن كان من إنتل أو سحيف اداء السنجل كور فهم جدا متقارب رايزن تقريبا أداء السنجل كور فيه نفس معالجات اينتل يعني إن جبت معالجك من رايزن تقريبا يعطيك أداع الكواد كور من انتل فنتيجة هالفيديو تقريبا تنطبق ألى كل المعالجات идtir في السوق حاليا لا تنطبق عدد المعالجات القديمة يعني متجلب لي معالج Fx 8350 وتقول لي أنا عندي معالج 8 أنوية ترى هذا يدوب يعطيك أداء نفس معالج نفس أداء Core i3 Dual Core لأعمل التست استخدمت معالج Ryzen 5 3600 عن طريق تعطيل بعض الأنوية وتعطيل تقنية SMT قدرت أعمل simulation أو محاكاة لعدة أنواع معالجات نواتين وأربع مسارات يعني يطابق أداء Athlon والi3 الجيل السادس والسابع أربع أنوية أربع مسارات يعني يطابق أداء Ryzen 3 والi3 الجيل الثامن والتاسع أربع أنوية وتمين مسارات يعني يطابق أداء i7 الجيل السادس والسابع ست أنوية وست مسارات يعني يطابق أداء i5 الجيل الثامن والتاسع ست أنوية 12 مسار يعني يطابق أداء Ryzen 5 والi7 الجيل الثامن بكل الأختبارات حطيت سرعة المعالج لأربعة جيجا هرتز أو أربعة ألاف ميجا هرتز لأنه هي السرعة الوسطية لمعظم المعالجات الموجودة في السوق حاليا جرت الألعاب على 16 جيجا رامات دول شانل بسرعة 3200 ميجا هيرتز وكرت GTX 1070 مكسور السرعة وبما أني بها الحالة بجرب أداء المعالجات فقط حطيت كل الألعاب على Low Settings لحتى يقل الضغط على كرت الشاشة ويزد الضغط على المعالج ونشوف الأداء الفعلي لكل معالج وخلينا نبدأ أولاً CSGO اللعبة ما هي ضخمة أبداً على كرت الشاشة ولكن تحتاج أداء Single Core قوي لتعطي فريمات عالية بكل الحالات كان الأداء ممتاز حتى على نواتين وأربع مسارات ما حسيت بأي تهنيق أو ثقل باللعبة على الرغم أنه 0.1% Low قليل ولكن التجربة بشكل عام جداً سلسة وراح تشتغل بشكل ممتاز على أي معالج أيام كان Rainbow Six Siege من أكثر الألعاب شعبية على Steam واللعبة مش ضخمة كتير على موارد الجهاز كمان اشتغلت بشكل ممتاز على كل المعالجات وما كان فيه فرق كبير بين النواتين والست أنوية اللعبة بالنهاية مش ضخمة Shadow of the Tomb Raider بدنا ندخل بالألعاب الضخمة معالج الدول كور على الرغم أنه وسط الفريمات جيد أكثر من 90 فريم إلا أنه كان فيه تهنيق ودروبات واللعبة تاخد وقت طويل لتحميل المجسمات البعيدة الكواد كور كان أفضل بكتير وما كان فيه دروبات ملحوظة مثل الدول كور ولكن كان فيه إحساس ثقل في اللعبة من لحظة للحظة كواد كور 8 مسارات كانت تجربة ممتازة ما كان فيه أي دروبات أو أي إحساس ثقل باللعبة 6 أنوية أفضل بشوي و6 أنوية 12 مسار كمان أفضل بشوي ولكن بشكل عام ما كان فيه فرق ملحوظ بين الثلاثة في ستار وورد جيدي فولن أوردر هاي اللعبة اللي بتطلب 16 مسار كاريكماندد بس بصراحة ممكن تشغيلها على معالج أقل من هيك بكتير لأنه حتى على الدول كور اشتغلت بفريمات جيدة وسطي 115 فريم ولكن كان فيه دروبات ملحوظة وأغلب الدروبات كانت بتصير لما تنتقل من منطقة لمنطقة على الكواد كور كانت التجربة أفضل بكتير وأغلب الدروبات والستطر اختفوا كواد كور 8 مسارات كانت حتى أفضل ومن بعد هيك الـ 6 أنوية و12 مسار كمان أفضل بس ما فيه فرق ملحوظ بين الثلاثة ردد ريدمشن 2 أضخم لعبة على البي سي في الوقت الحالي حرفيا تشغيل هاللعبة على ألترا سيتنجز بأكتر من 60 فريم بيلزمك 1080 تي آي حصرا لكن هاللعبة ما هي كتير ضخمة على المعالج متل ما كنت متوقع على الدول كور اشتغلت بشكل جيد وما كان فيه دروبات ملحوظة ولا حتى استطر بس المجسمات البعيدة كانت تاخد وقت طويل لحتى تظهر كواد كور كانت التجربة أفضل بكتير وما كان فيه دروبات ولا حتى مشاكل في المجسمات البعيدة كواد كور 8 مسارات أفضل واللعبة سلسل بشكل ممتاز وما كان فيه فرق ملحوظ حتى بين 6 أنوية و12 مسار PUBG Steam هاللعبة كمان فاجأتني لأنه هاي من أضخم الألعاب على الفي سي وخاصة على المعالج بس حتى على الدول كور وسط الفريمات كان جيد طبعا كان فيه دروبات بس ما هي بدرجة كبيرة وبتمنعك من اللعب على الكواد كور كانت أفضل بس على الكواد كور 8 مسارات كانت تجربة مثالية بدون دروبات ولا أي استطر 6 أنوية كانت حتى أفضل 6 أنوية و12 مسار كمان أفضل بس ما فيه فرق ملحوظ بين الثلاثة Metro Exodus المعروفة بـ Metro Fairmark Burner Test طبعا اللعبة من أضخم الألعاب على الفي سي وضخمة إن كان على المعالج وكارت الشاشة دول كور كان فيه دروبات شنيعة كواد كور الدروبات قلت بنسبة كبيرة ولكن لازلت موجودة كواد كور 8 مسارات التجربة أفضل بكتير والدروبات اختفت بشكل نهائي تقريبا 6 أنوية أفضل و6 أنوية 12 مسار كمان أفضل بس بكل حالات التجربة كانت متقاربة بين الثلاثة Fortnite لعبة الشعب أو اللعبة الميتة حاليا هاللعبة كمان فاجأتني بسوء الـ Optimization فيها أذكر أني شغلتها على معالج كورت ديوب السيزن الرابع والثالث على ما أعتقد وشتغلت بشكل مقبول اليوم على الـ Dual Core مع أربع مسارات اللعبة غير مستجيبة بالمرة وحتى على الكواد كور كمان فيه دروبات شنيعة ما حست بسلاسة اللعبة إلا على الكواد كور 8 مسارات هاللعبة عن جد صاير الـ Optimization فيها سيء للغاية Far Cry 5 كمان لعبة ضخمة اشتغلت بشكل جيد تقريبا على كل المعالجات وأعتقد أنه السبب لأنه سرعت السينجل كور بكل معالجات جيدة ما كان فيه دروبات ملحوظة Battlefield 5 جرد طور الـ Pacific War 64 لاعب على الدول كور اللعبة غير مستجيبة بالمرة وفيها دروبات لتحت مستوى سطح البحر كواد كور كانت أفضل بشوي ولكن الدروبات موجودة بشكل كبير كواد كور 8 مسارات التجربة كانت جيدة جدا وما فيه أي دروبات ملحوظة 6 أنوية 6 مسارات التجربة كانت أفضل 6 أنوية 12 مسار حتى أفضل وهي أول لعبة بحث بفرق حقيقي بين الكواد كور 8 مسارات و 6 أنوية 12 مسار ولو كان الفرق بسيط بس فيه فرق ملحوظ Assassin's Creed Odyssey اللعبة اشتغلت بشكل جيد تقريبا على كل المعالجات بس على الدول كور المجسمات البعيدة كانت تطول لتظهر أو لتترندر بس ما كان فيه أي فرق ملحوظ من أخر ثلاث معالجات يعني الأربع أنوية 8 مسارات 6 أنوية 6 مسارات و 6 أنوية 12 مسار وأعتقد أنه هاي اللعبة مثل Far Cry 5 تقريبا متفضل عدد أنوية منيح بس كمان بتفضل سرعة النواة أكتر من عدد الأنوية الكتير أوكي الزبدة مثل ما أغلبكم أتوقع الدول كور تقريبا ما له أي مكان بألعاب اليوم أو بالألعاب الحديثة بألعاب الإي سبورت مثل سي اس جو دوتا راينبو سيكس سيج هيك ألعاب خفيفة بيشتغل تمام وبيعطيك فريمات ممتازة بس أكتر من هيك لأ الكواد كور أربع مسارات أداءه أفضل بالمختصر ألعاب السنجل بلاير كلها بشكل عام اشتغلت بشكل جيد على معالج الكواد كور بس ألعاب الملتي بلاير ما اشتغلت بشكل جيد على معالجات الكواد كور وخاصة باتلفيلد وفورتنايت شي عجيب أقول أنه فورتنايت ما عدت تشتغل حتى على معالج كواد كور أنا جربتها من فترة ممكن بالسيزون الثالث أو الثاني جربتها على معالج كور تو ديو وشتغلت بشكل مقبول حاليا على معالج كواد كور في دروبات شنيعة يعني شي عجيب حتى الباب جي شتغلت بشكل أفضل وين كان الأبتوميزيشن بفورتنايت وين صار حاليا بدها معالج أقوى من هيك الكواد كور 8 مسارات يعني يطابق الآي 7 السادس والسابع هو أفضل معالج اللي يشتغل بشكل جيد مع كل الألعاب وما كان فيه تهنيك أو أي ضربات مع أي لعبة جربتها ومن بعد هيك الست أنوية والست أنوية مع 12 مسار اشتغلوا بشكل أفضل ولكن ما كان فيه فرق كبير أو فرق مع الحوض بالتجربة إذا ترجعوا للفيديو شوي لورا وبتشوفوا البنشماركات بتلاقوا أني حطيت النسبة تقريبية لاستخدام كل معالج بكل لعبة الدول كور دائما استخدامه 100% بالألعاب الكواد كور شوي أقل يعني نسبة استخدامه 98 أو 99 أو حتى 100% بس ما هو دائما 100% مثل الدول كور واللي ما هو شيء كويس لما تلعب على البيسي دائما حط في بالك أنك لازم تركز الضغط على كرت الشاشة وتقلل الضغط على المعالج المعالج ما لازم يوصل استخدامه لأكتر من 90% لأنه إذا وصل استخدامه لأكتر من 90 أو 95% بيصير عندك دروبات بشكل شبه أكيد وخاصة إذا وصل استخدامه 100% أو 99% رح يصير عندك دروبات بدون أدنى شك طبعا ممكن تحل هالمشكلة بوضع حد معين أو تقفل الفريمات على حد معين ودائما بننصح لما يكون عندك معالج ضعيف نسبيا ما لازم تترك المفريمات مفتوحة لازم تقفلهم على حد معين لحتى استخدام المعالج ما يوصل لـ 90 أو أكتر من 90% المعالج ما لازم يوصل لها النسب بس إذا بدنا نحكي عن الأنوية الكافية للألعاب في الوقت الحالي أربع أنوية ومع 8 مسارات كافية بالراحة لكل الألعاب اللي جربتها ما كان فيه أي تهنيك والتجربة اللعب كانت جيدة على الكواد كورت من مسارات بس كمان إذا بترجعوا وبتطلعوا على نسب استخدام هالمعالج الكواد كورت من مسارات رح تلاقوا أنه نسب استخدامه بأغلب الألعاب كان حوالي 90% أو 80% لـ 90% يعني ها المعالج واقف على شفاء حفرة بعد فترة معينة أو ممكن تنزل ألعاب أقوى من هيك يصير يبدأ يعطيك شوي تهنيك ويجبرك تقفل الفريمات والست أنوية كانت أفضل بشوي من الكواد كورت من مسارات بس كمان يعني ها استخدامه كان يتروح بالـ 80% للـ 90% أقل بشوي من الكواد كورت من مسارات لكن قريب جداً نسبة استخدامه الست أنوية 12 مسار هو أفضل معالج من ناحية نسبة الاستخدام الأقل نسبة استخدامه كانت تتروح ما بين 55% لـ 60% فالزبدة حالياً كواد كورت من مسارات كافي بس بعد فترة ممكن هالشي يختلف ممكن تنزل ألعاب أضخم يصير يحتاج أكتر أو تصير تضطر تخفض أو تقفل الفريمات لحد معين فحالياً في الوقت الحالي 6 أنوية 12 مسار هي الحل الأمثل للألعاب الموجودة حالياً والألعاب المستقبلية يعني إذا بدك المعالج يدوم معك طويلاً لفترة كم سنة قادمة وبس يا جماعة هذا كان كل شيء في الفيديو اليوم أتمنى يكون أعجبكم إذا أعجبكم مقطع لا تنسوا اللايك بيفيدني كثير شايفين هذا الفيديو هون عملت فيه مصطلحات أو أهم مصطلحات البي سي وشروحات عنها إذا ما شفتوا المقطع روحوا شوفوه كان معكم أخوكم أيمن محمد شكراً للمتابعة السلام عليكم أعجبكم هيك قصة السبعينات اشتركوا في القناة